فهم ترتيب الدوري النصر أولاً بـ 33 نقطة من 14 مباراة الهلال ثانياً بـ 32 نقطة من 15 مباراة الاتحاد ثالثاً بـ 31 نقطة من 14 مباراة الشباب رابعاً بـ 28 نقطة من 14 مباراة التعاون خامساً بـ 27 نقطة متذيل الترتيب الباطن الأخير بـ 3 نقاط الخامس عشر العدالة بـ 9 نقاط ومن ثم الخليج صاحب المركز الرابع عشر بـ 13 نقطة يوسف إلى مباراة الهلال وأبها كجانب فني في المباراة فقيرة فنيين شوية للمباراة على معدل الفرس العالي معدل الفرس يمكن كويس للمشاهدة ما أنا بنظرة مدرب الفريقين ما بلغوش مستوى فني جيد تنظيم تقريباً في الحالة الدفاعية في الحالة الهجومية كان من الجهتين ما كانش متوازن كثير مساحات ما بطء كثير في اللعب ما بطء شديد من الفريقين وأخطاء حتى في القرارات أخطاء في قلة التحركات خلق المساحات شارسة هجومية غائبة 25 تستيد للهلال 25 تستيدة في مباراة مش كثير ولا في الهدفين كثير 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 لكن حتى هدفين وهدف جاي من ضرب الجزيرة يعني هذا يبين تضيع الفرس تضيع الفرس تضيع الفرس